هذا البرنامج برعاية أمانة كابتا مشاهدين أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة طبعا الحلقة ستكون خاصة عن التحليل الاقتصادي من السفر سحاول نستعرض جميع المصطلحات قدر ما نستطيع المصطلحات الاقتصادية من الميزان التجاري الصادرات الواردات الانفاق الاستهلاكي الاقتصاد الاشتراكي الاقتصاد الرئيس مالي الاقتصاد الشيوعي الخاصقصة النمو تنمية ما الفرق بينهما جميع ما ممكن أن نواجهه يوميا من المصطلحات أو نسمعه في نشرات الأخبار عن الاقتصاد سنحاول في هذه الحلقتين خاصتين أنه نغطيهم قدر المستطلح هابدأ بالميزان التجاري طبعا بالميزان التجاري هناك الصادرات والواردات اي دولة في العالم حاليا تبيع بضائع الى الخارج وتشتري ايضا بضائع اذا في قصة الصادرات والواردات بين مثلا اذا بدأي اخذ مثال بين الصين والواردات والتحدة الأمريكية الصادرات الصين الى امريكا وايضا صادرات امريكا الى الصين هم الواردات الصين وبالتالي هذا التبادل التجاري اللي عم بيكون مع اي دولتين اخذنا مثال بين الصين وامريكا لانه الموضوع كبير جدا سنتناوله في صياق الحلقة سأبدأ مثل ما قلت بالصادرات والواردات الميزان التجاري وعم نشاهد انه من الكلمة اللي هو ميزان هون عم نشاهده وبالتالي هون اللي عم نشوف انه الصادرات لما بيكون في فائط بيكون الميزان التجاري هون بيكون لانه اكتر الصادرات بيكون في فائط لما الواردات بيكونوا اكثر بيكون في عجز اذا الميزان فيكون في فائط فيه وفيكون ايضا في عجز الفرق هو بكل سهولة بين قيمة الصادرات وقيمة الوريدات والرقم هو يعطيني إذا كان هناك عجز أو هناك فائض ماذا أستفيد من ذلك وهل مهم بداية الصادرات هي مهمة جدا لأي بلد في العالم ونحن نعرف أن الصين صادرات الصين هي قوة مهمة جدا في اقتصاد الصين ككل ودائما ما نراكب ونسمع صادرات الصين ماذا حصل فيها وقوة صادرات الصين وصنعة في الصين وماذا تبيع الصين استطاعت الصين أن تجمع كاش مهم جدا بأكثر من 3000 مليار دولار وهالشيء خليها أن تكون لاعب كبير جدا على المستوى العالمي وبالتالي صارت تاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب النمو اللي سجلته في السنوات الأخيرة أعود إلى الميزان التجاري دائما نسمعه سهل جدا أذهب إلى قوة الصادرات وهل يجب أن يكون دائما واردات ولماذا طبعا بداية الصادرات في عامل مهم جدا يحددها وهي عملة البلد العملة البلد مهمة جدا لا أستطيع أن أفصل الصادرات عن عملة البلد بكل سهولة كأنه أنا أنظر إلى عدة محلات تجارية هنا أرخص هذا المحل من المحل الثاني وبالتالي أشتري من هذا المحل مثلا إذا المحل هو اسمه الصين محل اسمه أمريكا محل ثالث اسمه سويسرا وبالتالي أي واحد يستطيع أن يريعني أرخص بفضل العملة اللي عنده طبعا مع مستوى من نوعية البضائع وما إلى ذلك هذا هو العامل المهم جدا الصادرات والعملة الرخيصة تلعب دور مهم جدا إذا الصادرات تصبح أرخص وبالتالي بسي في طلب عليها أكثر ولكن أيضا الذي دائما لا ننتبه أنه بنفس الوقت الواردات تصبح أغلى إذا الصادرات بتصير أرخص وبالتالي بسي في طلب عليها ولكن الواردات عندما تريد أن تشتري الصين صارت تكلفها أكثر مثال على ذلك اليابان عندما انهار الياباني بفترة من الفترات صار أيضا حرك الشركات اليابانية الكبرى واللي هن مثلا الشركات الكبرى اليابانية اللي كنا نسمعها بالتسعينات طبعا إجت الشركات الكورية وأخدت مكانها وخصوصا على رأسها سامسونج ولكن دائما ما كانت مثل نيسان وتويوتا والشركات الأخرى كانون وما إلى ذلك الشركات اليابانية كان عندها أيام عزب التسعينات وبالتالي عندما ينخفض أليان الياباني بصير فيه طلب أيضا على صادرات اليابانية ولكن كلفة الأويل أو كلفة شراء البترول لأنه اليابان تشتري كل نقطة بترول لتحريك اقتصادها تصبح الفطورة أغلى عليها لأنه اليابان تراجع أمام الدرال وبالتالي تريد أن تشتري النفط أيضا لأدرال تكلفها أكثر هون أيضا بالنسبة إلى الواردات ماذا تشتري من الخارج أعود إلى الموضوع المهم وهو العنوان الصادرات والواردات إذا حصل طلب على الصادرات طبعا ماذا يعني ذلك كيف يؤثر على الاقتصاد عندما يحصل طلب على الصادرات هون الكطاعات كلها تعمل في الاقتصاد ليس فقط كطاع واحد سأخذ أول استينغ وأدخل في الموضوع ماذا يحصل إذا حصل طلب كبير على الصادرات ليس فقط تبيع أكثر الدولة في عامل مهم جدا عندما الصادرات بصير في عليا طلب كيف بصير أنا أفتح شركات أكثر ووظف أشخاص أكثر زيد من المصانع أو وسع المصانع أيضا زيد من الإنتاج من خطوط الإنتاج وبالتالي كله عم بصير فيه طلب من الخارج على بضاع البلد وبالتالي أستطيع أنه أحرك البلد بفضل ذلك دائما ما نشاهد أيضا مثلا بالنسبة إلى السلاح يلي بيبيعوا سلاح شركات الكبرى أيضا هذا بيحرك ونشاهد دائما أنه أحيانا رئيس يأخذ معه 60 سيئو بزيارة رسمية بيكون رئيس كبرى رئيس دولة كبرى وبيأخذ مثلا 60 إلى 45 إلى 50 رئيس سيئو شركات كبرى بمجرد ما يصير فيه باع لها الشركات الكبرى وبالتالي بيحرك كل الشركات الصغرى المحلية المتعلقة بهذه الشركات الكبرى داخليا وبالتالي بيقدر حول قوة الطلب الخارجي على البضائع بسبب العقود إلى أيضا تحريك الشركات المتوسطة وأيضا الشركات الصغيرة التي هي ستتعاون بالتالي مع الشركات الكبرى لتنفيذ كل هذه العقود وكل هذه المبيعات هون أهمية أنه لمن أقوّع الصادرات وبالتالي بيكون فيه طلب على الصادرات بشكل كبير جدا مهمة جدا الصادرات ومهمة جدا عملة البلد ولكن لا يجب أن أخلط عن أنه تراجع بعملة البلد وبالتالي أحيانا ليس فقط يفيد الصادرات إذا تراجع بشكل كبير جدا عملة البلد ممكن تؤذي البلد لأنه ممكن أن تنهار العملة وفورا أوتوماتيكيا ماذا يحصل ترتفع الأسعار وخصوصا أسعار السلع الأساسية السلع المعيشة التي فقط تتناول مبدئيا كل شرائح المجتمع خصوصا الفقيرة والمتوسطة وبالتالي تؤذي المجتمع سأعود إلى هذا الموضوع ولكن هنا يكون انتهينا قصة الصادرات والواردات الميزان التجاري عندما تكون الصادرات قيمتها أعلى من الواردات تكون عندي فائد في الميزان ميزان التجاري وعندما تكون الواردات يعني عم بشتري أكثر من أنه عم بيع إلى الخارج تكون عندي عجز وسنشاهد سلبيات ذلك وأيضا يجب أن يكون هناك واردات سنشاهد لماذا سأتوقف أيضا مع ستينغ وأتابع أيضا مشاهدين عندما يصبح أنه العملة جزابة بالنسبة إلى الدول الخارج وبالتالي بيصير في طلب على الصادرات ممكن أيضا أنه شركات أجنبية تأتي إلى هذا البلد مثلا تأتي إلى الصين وتفتح شركات وفروع وبالتالي يصير في توظيف يد عاملة لأن يد العاملة تكون رخيصة أيضا شاهدنا عدة مرات أنه بعض الشركات انتقلت إلى رومانيا أو إلى بعض دول نوعا ما ليد العاملة الرخيصة لتستفيد من هذا العامل المهم جدا دائما ما نشاهد أنه بتجيب نوع من رأسماء الأجنبي من شركات أجنبية تدخل إلى البلد باستثمارات بافتتاح شركات بافتتاح خطوط إنتاج لتساهم أيضا بالعملية كذلك أذهب إلى الصين وإلى أمريكا طبعا أهم تبادل تجاري عام نشاهده هون الصين وأمريكا ودائما ما نشاهد على شاشات التلفزة نوع من أنه بين ترامب بهمه كثير الميزان التجاري مع الصين وهو عنوان رئيسي دائما ما يتناوله لأنه بده يخفف منها العجز بالتبادل التجاري بينه وبين الصينيون طبعا وبده أنه يعني الصين تشتري أكتر ومن أمريكا ونشاهد أنه يخف نوعا ما العجز بين الصين وأمريكا إذا بدنا ناخد كصورة يعني كأرقام ناخد فاكرة تقريبا 500 مليار دولار عم نشاهد حوالي 44-48 مليار دولار عم يكون شهريا هو العجز بين الصين وأمريكا يعني الصين تبيع أمريكا وأمريكا تبيع الصين آخر شيء الصين تربح من هذه العملية عم بيكون فيه حوالي بين 44 إلى 48 مليار دولار شهريا وبالتالي عم بتسكر السنة بين نصف تريليون دولار كعجز هون عم بتكلم عنه الأمريكان مع الصين طبعا الصين هون نحن شرحنا أنه يؤذي العجز التجاري لماذا؟ لأنه كلما الصين عم تاخد أكتر من أمريكا يعني عم تاخد شغل أكتر يعني الوظائف اللي عم يحصل أنه عم تسرق الوظائف إذا صح التعبير وإذا تعمل هذا التعبير من ترامب أنه عم تاخد الوظائف من أمريكا إلى الصين لأنه عندما تتفوق في مجالات معينة الصين على أمريكا وتسجل عليها عجز بالتالي سيصير فيه تسريح مال في أمريكا وهناك حيصير فيه طلب أكثر توظيف عمال إذن الضربة تكون مزدوجة لأنه أنا أوظف عمال أكثر لما أكون عندي فائض وبالتالي اللي يكون عجز بيصير فيه تسريح بعض العمال ويمكن أيضا إقفال بعض المؤسسات لأنه خلاص بخف الطلب نهاية وتتفوق القوة اللي بالبلد التالي اللي عم بتصدر أكتر من أنه الدولة اللي هي تريد أن تصدر أيضا هون أيضا مثل ما قلت دخول أموال إلى البلد اللي يكون قوة ومعدل أيضا العملة هون العملة مهم جدا صرف العملة الصينية أيضا مهم جدا ودائما ما تناول الإعلام أنه العملة الصين هي مقومة من يعني شاهدنا بالماضي أنه دائما ما كانوا يتناولون أنه العملة الصينية هي أقل من كيمتها تقريبا من 30 في المئة ودائما ما كان هناك هذه التجاذبات الصين تريد وعملنا حلقات كثيرة تدويل عملتها وبالتالي ستأخذ وقتا وعلى مراحل وشاهدنا ماذا حصل في آخر سنتين بسبب هذا الموضوع إذن العملة مهمة جدا تلعب دور بالصادرات ليس فقط أنه اتفاقيات وما إلى ذلك وشاهدنا قوة الصين صادراتها صادرات الصين هي بترولها إذا صح التعبير الصادرات هي كأنه بترول الصين وقوتها الأولى وهي مهمة جدا ويتابعها المراكبون عندما يتم رصد بيانات لصادرات الصين من كل شيء قمرك وكل شيء بالبلد يتطلب أرقام من القمرك والقمرك الدولة الصينية سمشاهدين أفصل البرنامج قصمانس ومعهود إليكم مرة جديدة مع حقيبة الجو هذا البرنامج برعاية أمانة كابيتل هذا البرنامج برعاية أمانة كابيتل أهلا بكم مرة جديدة في القسمة الثانية من برنامج دائما نتناول المصطلحات الاقتصادية أو التحليل الاقتصادي من السفر في حلقتين عم نعملهم خاصة بهذا الموضوع طبعا كنا وصلنا إلى الميزان التجاري عجز وفائد أذا بقى الآن إلى العجز مزيد من النقاط طبعا عجز يعني ماذا استيراد مزيد من السلة أنا دولة أسجل عجزا يعني استيراد مزيد من السلة طبعا هون مزيد يعني من التنافسية مع الشركات المحلية أيضا هون العجز أحيانا يلعب دور مهم جدا بعدة مواضيع بالنسبة إلى البلد لماذا لأنه أنا عندما أستورد بضائع من الخارج وبالتالي أدخل إلى السوق المحلي أدخل بضاعة من الخارج للسوق المحلي البضاعة المحلية ستخلق تنافسية لتأخذ هي حصة السوق من الداخل الجديد إلى السوق وبالتالي أحيانا هون العجز أو الواردات اللي بتكون أكثر تلعب دور بتحفيز وأيضا بتشجيع البضائع المحلية لتسيطر هي على حصة السوق شاهدنا ذلك التاتش بين السياسي بين تركيا وروسيا طبعا لمن رجع صارت العلاقة جيدة بين اتنين ضل موضوع الطماطم طبعا طماطم لماذا لأنه لمن صار فيه بان بين البضائع وبالتالي صار فيه تعرفة جمركية أو ضرائب أيضا ورسوم على الواردات من البلدين بالتالي هون صار فيه الروس عملوا التالي أنه عطوا قروض للمؤسسات الزراعية لكي الشركات الزراعية وخصوصا بمجال الطماطم والشركات الأخرى أنه هي تلبي الطلب الداخلي عن البضائع التركية التي كانت تشتريها وبالتالي لعب دور مهم جدا هون أنه سيفي تنافس وهون أنه كيف يصير فيه طلب على الشركات المحلية أيضا هناك عوامل مهمة جدا كلفة إنتاج السلع في كل دولة هذه تلعب دور مهم جدا ليس سهلا أن نقول أنه فيه عجز بالميزان أو لا كمان فيه عامل مهم يدخل بالنسبة إلى الفرق بين الصادرات والواردات هي الرسوم الجمركية التي كمان تأثر والضرائب الجمركية التي تأثر على حركة التبادل بين اثنين تقريبا هذا العجز والعوامل المهمة التي تأثر على العجز بالميزان التجاري العوامل المهمة كمان شهدنا على هذا الرقم أيضا أريد أن أختم هذا الموضوع بالنسبة إلى العلاقة فيه علاقة مهمة جدا دائما إذا أريد أن أشير إلى الاحتياط النقدي لأي دولة أي دولة عند احتياط نقدي مهم جدا أول تعريف أو من التعريفات المهمة جدا التي تتناول الاحتياط النقدي غير أنه عنده رقم معين أنه عنده دائما ما نسمع أنه الاحتياط النقدي يكفي سبع أشهر واردات خمسة أشهر واردات يعني الدولة تستطيع عن ماذا تشتري عادة من واردات من الخارج دائما نشاهد هذا الاحتياط النقدي ممكن أنه يكفيها خمسة أشهر وبالتالي يضق الخطر على ذلك ماذا يحدث يمكن أنه يمكن توقف الشراء من الخارج وتقول للشركات الداخل يجب أن تتحمل المسؤولية وأنه أنت تسيطوا على السلوك وتلبوا حاجة وطلب الأسلوك من الشركات المحلية ولكن هذا يريد وقت والسترتيجية طويلة وعمل شاك على مدى سنوات لا يمكن أن يتحقق في خمسة أشهر إذا كان هذا الاحتياط النقدي فقط يكفي إلى سبعة أشهر واردات إذن رقم الاحتياط النقدي دائما ما يأتي مع كلمة أو مصطلح الواردات وهو عندما أقارنه وأضق خطر على ذلك عندما أقول يكفي مثلا ثمينة شهر من واردات البلد هنا تكمن أهمية كمين هنا الفائد بالميزان التجاري طبعا أي فائد في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات إذا كان هناك فائد كبير جدا وأنا أبيع أكثر إلى الدولة الأخرى سأجلب كاش وبالتالي سأزيد من الاحتياط النقدي وبالتالي سأدعم العملة عندي بأي تدهور أستطيع أن أتدخل أتدخل بقوة مع الاحتياط النقدي هون هذه مهمة جدا 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 الصادرات وميد إن شاين أو صنعة في الصين استطاع على مدى السنوات الأخيرة أنه يصنع هذه الكتلة النقضية الكبيرة جدا للصين واللي مثل ما قالت صارت أكثر من 3000 مليار دولار طبعا عم تتغير دائما ولكن المهم أنه الصين استطاعوا أنه تكوينها من made in China هذا هو العلوان إذن الاحتياط النقدي ربطناه مع الواردات وشاهدنا كيف ذلك أيضا هناك تعريف للاحتياط النقدي طبعا ليس هو هذا التعريف الأول ولكن الاحتياط النقدي أيضا هو التالي أنه عندما يكون مثلا الاحتياط النقدي يستطيع أن يتدخل البنك بأي تدهور على المدى القصير أو تحركات عالية وقوية ومؤذية للعملة على المدى القصير يستطيع أن يدخل فقط شاريا وبائعا بالعملة الدولار المقابلة وهنا يستطيع أن يهدئ من العرض والطلب طبعا هذا يفعلها فقط على المدى القصير لا يريد تقلبات عالية جدا تؤذي وتعمل نوع من أزمات اجتماعية أو ما إلى ذلك وشاهدنا ذلك مع الروبل الروسي شاهدنا ذلك مع كل دول الناشئة المتلينة التركية الروبل الروسي أيضا بمصر وأيضا شاهدنا كل هذه الدول التي سنتناول هذه الفقرة في سياق المصطلحات ولكن الآن أريد أيضا أن أتكلم عن النمو وأريد أن أتكلم عن التنمية وكنا هنا نتكلم عن الميزان التجاري سأتوقف مع ستينج وأتابع مشاهدين أصل إذا موضوع كمان مهم جدا وهو بين النمو والتنمية سأستعرض ذلك في الحلقة القادمة ولكن أريد أن أأخذ بعض التعريفات عن النمو والتنمية هناك فرق كبير جدا لا يجدر أن نخلط بينهما طبعا النمو هو زيادة هناك عدة مصطلحات لنو سأستعرضها في الحلقة القادمة لأنه لا يكفي الوقت ولكن كعنوين زيادة بقدرة البلد على إنتاج أكبر كمية من السلع والخدمات في فترة زمنية معينة في بعض المصطلحات الأخرى ولكن دعونا نأخذ الأول مصطلح بينما التنمية هي تهدف إلى الارتقاء بالوضع الإنساني يعني يصير ينتج أكثر ويصير يصل لمستوى المواطن من الرفاه والاستقرار والتطور إذن هون في تنمية بشرية مهمة جدا هون في نمو ما يختص باقتصاد البلد سأذهب إلى النقطة الأخرى دائما هنا لدينا البنك الدولي والصندوق النقط الدولي بالنسبة إلى الإسنين هون أحدى منظمات الأمم المتحدة طبعا صار في اجتماع عام 1944 حرب العالمية واجتمع 44 دولة بعام 1944 وبعد الاجتماع تم اتفاق بريتون ووتس وأهم شيء من هذه المؤسسات التي حصلت بعد هذا الاتفاق البنك الدولي والصندوق النقط أنه يصير فيه دور لإعادة إعمار أوروبا وأيضا فيه أدوار أخرى من شهدها أيضا في عدة مراحل ولكن كالبنك الدولي طبعا صار فيه أنه ربط العملات شاهدنيهم مع الدولار لمنع التحركات والتحركات الكبيرة سمح فقط إلى 1% صعود هبوط ثم بعدها شاهدنا أنه عام أفسر 171 أتى نيكسون وشاهدنا أنه صار فيه فك ارتباط الدهب مع الدولار 73 اختفى بريتون ووتس وشاهدنا أنه بعدين كيف العملات الأخرى كمان فكت مع الدولار بالنسبة إلى الدول المتقدمة وشاهدنا أنه صارت معرضة إلى العرض والطلب البنك الدول يعود إلى تعريفهم هون غير أنه إعادة أعمار أوروبا في المراحل الأولى هو صندوق النقد يقدم القروض والاعتمان وأيضا المشهورة وعم شاهدهم هذه عدة أمور خصوصا بالنسبة إلى الدول الناشية عندها عجز يقول أنه فيه برنامج إصلاحات صندوق النقد أنه لازم يسي في تسريح هنا لازم يسي في فك دعم ممكن أنه العجز دائما ما يركزون شكل كبير جدا على العجز وعلى بيئة العمل وما إلى ذلك وبالتالي هون لأكثر من مئة من الدول النامية وتلك التي تمر أيضا بمراحل انتقالية يعني عن شهد أنه يتحول الاقتصاد أو ينتقل من مرحلة إلى أخرى صندوق النقد يعمل على تعزيز دائما الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي طبعا عدا عن هيك بدأت تكلم على الاثنين يعني مشهد أنه أيضا بيعطوا قروض شهدنا أنه دائما ما يكون هناك قارد من صندوق النقد شهدناه مع تونس مع مصر ولكن في دائما بالنسبة إلى الـ IMF صندوق النقد هناك شروط لكي تحصل على القارد ودائما ما تكون الشروط مزعجة وقاسية اجتماعيا تتناول مثلا تسريح مثلا بيعرفوا أنه بشهدوا أنه ممكن توظيف أكثر في هذا القطاع في هذا المجال في هذه المؤسسات وبالتالي يجب تسريح عدد معين أيضا يقولوا أنه لازم فك الدعم عن بعض السلة بالتالي القرارات ليست تكون شعبية وعم نشهد أنه دائما ما يحصل نوع من أنه تنفيذ هذه الشروط التي تحصل على القرد التي يفرجوا عن القرد ويتأكدوا طبعا دائما هناك زيارات للإشراف على هذه الإصلاحات ويصبح نوع من تحديث وتقارير جديدة وتحديث للتقارير وأيضا خصوصا عندما يتراجع تصنيف البلد أو مثلا يتحسن تصنيف البلد القدرة الاعتمانية ومهم جدا دائما التقارير التي تأتي عن نسمعهم بالنسبة إلى وكالات التصنيف الاعتماني ويكون فيه عننا فقرة عننا بالنسبة إلى ذلك مشاهدين ستوقف مع آخر ستينج ونتابع موسيقى 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 أصل إلى نهاية البرنامج سأذكر بكيفية التواصل بالنسبة إلى الموقع الإلكتروني للقناة cnbc.arabia.com في كونتشيندو أرشيف الحلقات السابقة أيضا عنواني على التويتر وعلى سناب للتواصل أيضا أشكر فريق العمل ربيع تركي وأيضا أنا مجدلاني شكرا مشاهدينا ونلاقكم في حلقة مقبلة من حقيبة جو دائما كانت هذه الحلقة الأولى من التحليل الاقتصادي سيكون هناك حلقة خاصة ثانية وهي التحليل الاقتصادي من السفر دائما في طبعا الفقرة الثانية ابقوا معنا في الحلقة المقبلة أيضا لأنه نحن نحاول أن نستعل كافة المصطلحات شكرا مرة جديدة هذا البرنامج برعاية أمان كابتر اشتركوا في القناة